اشتركوا في القناة عندها البطولات الافريقIe بقال Mister وسهل المرة دي وسهل المرة دي والزمالك فايئ فيالله يفرحنا الزمالك يالله يفرحنا الاهلي كالعادة في البطولة الافريقIe دي بطولة النادي الاهلي دور عبدالировать الافريقIe بطولة باسم النادي الاهلي فيكسب وبصراحة شديدة فيه مبلغات حصلة دلوقت من جميع النادي الاهلي او المتابعين او حتى الناس اللي بتشتورين انه ما زمبي ده مرعب ومزمبي على ملعبه خطير ومستحيل أولا مزمبي مش مزمبي بتاع زمان هو مش خارج فرقة عادية جدا 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 وهنتكلم عنها فنيا في الحلقات اللحقة بس فريق عادي جدا ملعبه آه يعني ملعب ريزل شوي بس الأهلي لو خارج حتى بتعادل في هذه المباراة بسهولة يقدر يفوز في الكهرة والأمور يبقى نادي الأهلي في النهائي مرة أخرى سهلة يعني إن شاء الله يعني بإذن الله بدون معطا سيدة مالك بقى عنده دلوقتي لعيبة عندها خبرات أفريقية كبيرة يعني سيبك من اللي موجود قريدي وشاطر وعارف البطرات الأفريقية آه فاتوح عواد آه شكبالة آه سيف الجزيري بقى فيه دلوقتي عبدالله السعيد بس عبدالله مش موجود أصلا في القائمة صح بس يعني أقصد عنده خبرات يعني عنده لعيبة عندها خبرات كتير فما حدش يقولي بقى أصله الزمالك لسه بيكون وأصل الزمالك لسه بيعمل فرقة لا كل اللعبة اللي موجودة تقدر تأدي وتقدر تعمل شغل كويس جدا وكل اللعبة مميزة ولو بتتكلم على التاريخ والإمكانيات وكل شيء لا الزمالك تفوق على دريمز ده بسهولة شديدة يعني وبالمناسبة يعني فيه مش خناقة فيه حكاية كده لذيذة بتحصل دايما بين جمهور أهلي والزمالك اللي هو إيه؟ يا عمي الكونفرقة دي بطولة سهلة أوش يا عمي هيدور الأبطالة بقى أفريقيا يعني هو بقى فيه فرقة أفريقيا دلوقتي بتلعب كرة عايف أنت اللي هو إيه؟ احنا بنعايد بعض بطريقة غريبة شوية اللي هو لو أنا كسبت لو أنا كسبت يا عمي البطولة ضعيفة أصلا لو أنا خسرت يا عمي ده انت دحكت علينا أفريقيا كلها تمام؟ فيش كده البطولة سهلة لو أنت سهلتها على نفسك آه أنت أقوى الأهلي أقوى من كل الفرق اللي موجودة في أفريقيا دلوقتي في دولة الأبطال الزمالك أقوى من كل الفرق الأفريقية اللي موجودة في الكونفدرالية بس عشان أنت بتساهل على نفسك وبتلعب الكرة بتاعتك الحقيقية أنت عندك العناصر الأفضل من التانين بس أنت اللي بإيدك برضو تصعبع على نفسك ننسى بقى شوية المنوشات والحكايات والقصص بتاعة الزمالك والأهلي والكلام ده كله ونركز فقط فقط في المباراة اللي جاية مباراة الزهاب في نصف نهاية الكونفدرالية الزمالك وفريق دريمز زهاب نصف نهاية دورة أبطال أفريقيا الأهلي ومزين بكل التوفيق إن شاء الله للفرقين ربنا يكرمهم بإذن الله وقدمونا كل قدم حقيقية نستمتع بيها والأهم طبعا النتائج والوصول للمباراة النهاية في البطولتين